بدأ اتحاد الكرة نشاطه وقرر يعمل مسابقة للأندية المصرية واجتمع برئاسة جعفر ولي باشا يوم الثلاثة يناير 1922 وقرر تنظيم مسابقة تحت اسم كأس التفوق في كرة القدم وأعلنت الصحف عن المسابقة ولايحتها تحت عنوان قانون مباراة كأس التفوق في كرة القدم لسنة 1921-1922 وكان أهم بنوده واحد الاسم مباراة كأس التفوق في كرة القدم ونحب نوضح هنا معنى كلمة مباراة في لاحظة الاتحاد مباراة هنا يعني مسابقة معناها مش مجرد ماتش لا مسابقة كاملة اتنين المباراة خاصة بالأندية المكونة للاتحاد المصري لكرة القدم ويكون لاعبوها مصريين وده بوضوحة معناها ان البطولة للمصريين وبس والتأكيد على ان اللاعبين يكونوا مصريين علشان في بعض الأندية إدارتها أجنبية بتتبع جاليات أجانب فممكن تشارك بشرط ان اللاعبين المشاركين يكونوا مصريين ثلاثة تحصل المباراة بالقاهرة وتكون عن طريق التصفية خروج المجلوب ده معناه ان البطولة بالكامل هتقام في القاهرة والخسران يروح وعلى فكرة البطولة اللي بعدها على طول موسم 1922 1923 اتلعبت في القاهرة وخارج القاهرة زي ما القرعة تقول وده اللي بيحصل من ساعتها لحد النهاردة أربعة تقدم الكأس للفريق الفائز على أن يحفظها مدة سنة وتوزع ميداليات ذهبية للفريق المتفوق وفضية للفريق الذي يليه في التفوق مفهومة دي طبعا خمسة الوقت المحدد للعب 90 دقيقة على شوطين متساويين وإذا لم يتفوق فريق على الآخر فللجنة الاتحاد أن تحدد ميعادا آخر للعب ما لم يتفق الفريقان على استمرار اللعب نصف ساعة أخرى على شوطين وإذا لم يتفوق فريق على الآخر في المرة الثانية فلابد من استمرار اللعب نصف ساعة أخرى على شوطين وهلوم مجره أو والله مكتوب كده وهلوم مجره هلوم مجره يعني إيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر